السلام عليكم. اعطيكم العافية. اليوم يا عاشر ان شاء الله راح نبلش بدرس خصائص الاشكال الهندسية. انا راح الجأ للكتاب الشبيعي عشان ما يصير فيه خربط عندك بالماد. طبعا خصائص الاشكال الهندسية. الاشكال الهندسية احنا عارفين شو هي. راح ناخد اولا خصائص المثلث. في مباراة انا اخدناها من زمان في الصفة الثامن. وهي بتحكي لي انه طول القطعة طول القطعة المستقيمة دالها تساوي نص الظلع المقابل. لا. اللي هي منتصف. الف با دال. ومنتصف الف جيم. ها. طول القطعة الواصلة بين منتصفين ظلعين في مثلث. يساوي نصف الظلع با جيم. هاي عندي هيا. اي ان دالها يساوي نصف با جيم. طيب. نشوف مبرهنة النظرية اللي عندي. مبرهنة مطلوبة معكم. طبعا فيها معطيات مطلوب والبرهن. المعطيات عندي الف با جيم وثلث. دال منتصف الف با. ها منتصف الف جيم. طبعا اول اشي احنا راح نرسم المثلث على الاحداث السيني والصادي. نسمي النقطة با سين اثنين وصفر لانها جاي على محور السينات. فصاد صفر وسين سميها سين واحد سين اثنين زي ما بتحب انت. وعندك هون جيم نسميها سين واحد وصفر. وعندك الف لانه واقع على محور السادات. فالسين صفر والصاد صاد واحد او صاد اثنين او صاد ثلاث او صاد بدون اي اشي الكتاب نسمي ليها صاد ثلاث. طبعا دال منتصف الف با. وها منتصف الف جيم. هو اعطاني يا معطي بالكتاب. طيب. راح محتاج لقانونين. القانون الاول قانون المنتصف. قانون اي قطعة منتصف اي قطعة مستقيمة وعبارة عن مجموح السينات على اثنين. ومجموح الصادات على اثنين. هذا قانون المنتصف. مجموح السينات على اثنين. مجموح الصادات على اثنين. ناخد مع بعض. كيف راح نطلح? دال. يلا دال. سين اثنين زائد صفر على اثنين. يعني سين اثنين على اثنين. هاي دال. هاي النقطة دا ونيجي لها أفاصلة أحداثي الصادي عندي صات ثلاث كتب ليها زائد صفر على اثنين إذن صات ثلاث على اثنين طبعا احنا هون سين واحد سين اثنين لأنه السين تكررت عندي ممكن تسميها سين وسالب سين ممكن زي ما بتحب أنت تسميها بس بالكتاب لأنه بسميه ليها هيك فأنا اتزمت فيها لأني بدي أشرح من الكتاب نيجي لنقطة ها النقطة ها صفر زائد سين واحد على واحد يعني سين واحد على اثنين آسف على اثنين وصات ثلاث زائد صفر على اثنين صات ثلاث على اثنين إذن صار عندي إحداثيات النقطة دال النقطة ها وهي يكتب ليها هون هي دال وهي ها ورأى أحتاج على قانون الطول قانون الطول نذكر مع بعض ألف با يساوي جذر فرق السيناء التربيع زائد فرق الصادة التربية هاي قوانين أخدناها بالصف التاسع ولازم احنا نكون منذكرينها عشان نطلع عليها لأنه المطلوب طول المطلوب طول بما أنه المطلوب طول إثبات أنه طول يساوي طول فأنا مضطر أني أستخدم قانون الطول وطلب مني منتصف أعطاني منتصف مضطر أني أستخدم قانون المنتصف بعدها بحكيلي طول باجيم يساوي جذر على قانون الطول اللي هو فرق الصينات هاي باجيم سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صفر ناقص صفر تربيع هاي سين 2 ناقص سين 1 تربيع بعدها بحكيلي أنه الصفر بتروح التربيع بروح مع الجذر طبعا سين 2 ناقص سين 1 تحت القيمة المطلقة لأنه طول لازم يطلع عندي موجب لأنه أنا ما بعرف سين 2 شو قيمتها وسين 1 شو قيمتها بعدها نقلي دالها استخدم قانون الطول لدالها عندي النقطة دالهاية واللقطة هاي سين 2 على 2 ناقص سين 1 على 2 بعدها صاد 3 على 2 ناقص صاد 3 على 2 صاد 3 على 2 ناقص صاد 3 على 2 صفر بيضل عندي المقدار هاي طبعا تحت القيمة المطلقة بسير عندي سين 2 على 2 أي قيمة مطلقة سين 2 على 2 ناقص سين واحد على اثنين ناخذ النص عام المشترك نص قيمة المطلقة للسين اثنين ناقص سين واحد وهو عبارة عن نص باجيم وهو المطلوب مثال على الحكي اللي احنا حكينا عندك المثال الموجود بالكتاب الف باجيم وثلاث فيه با نقطة جيم نقطة جد طول القطع المستقيم اذا في عندي انا لازم اوجد طول بما انه انا راح اوجد طول ومنتصفي الظلعين الف با الف جيم اذا انا بالبداية خليني ارسم خليني ارسم عشان يكون واضح معي الحل طبعا المثال هو حل اللكية بس انا بحب احل بالتفصيل عندك هاي الف باجيم هاي الف با جيم با اعطاني احداثياتها جيم اعطاني احداثياتها جد طول القطع الواصلة بين منتصفي الف با و الف جيم هاي الف با منتصفها بسميه دال الف جيم منتصفها بسميها اذا طول هاي القطعة بالنسبة عندي للقطعها فبحكي دالها يساوي نصف الف با وبستخدم عندي قانون الطول هيا دالها يساوي نصف الف با نصف مجموع السالب 6 ناقص 2 تربيع زائد 11 ناقص 5 تربيع هاي عندك هون طبعا هون كيف صارت عندي هاي هاي شوف كيف صارت عندي هاي بدأ اكملها هون بتصير جذر سالب 8 تربيع لانه سالب 6 وسالب 2 سالب 8 زائد 6 تربيع لانه 11 ناقص 5 6 8 64 و 36 مية جذر المية باطيني اياها 10 نصف ضرب 10 باطيني 5 وحدات تدريب 6 9 برهن ان القطع الواصل مستقيم الواصلة بين منتصفي الظلعين في المثلث توازي الظلع السالب اذا انا اولا بدي ارسم عندي مثلث الف با جيم انا بدي ابرهن انه دالها هاي القطعة توازي اذا انا بدي ابرهن انه دالها توازي جيم با طبعا نذكر مع بعض يوازي اذا ميل دالها لازم يكون يساوي ميل جيم با با انه توازي ميل دالها تساوي ميل جيم طبعا انا اي برهن لازم ارسم رسمتي المثلث على اي برهن لخصاص المثلث برسمها على الاحداثيات السين والصات نفس الرسمي انا رح ارسمها عندي هيون رح ابرهن عليها عندجي جيم الي هي الصين 2 وصفر با الي هي الصين 1 وصفر دال طلعت معي صين 2 على 2 وصاد صاد على 2 ما رح اسميها صاد 3 وعندى هيون الصين 1 على 2 وصاد على 3 ونقطة 1000 صفر وصاد صفر وصاد هاي مثل المطلوب ميل دالَي لازم يساوي ميل جيمبا هيدالها عند النقطتين هيدالها عند النقطتين دول ميلهم اللي هو فرق الصادات على ثنين ناقص فرق السينات على ثنين صاد على ثنين ناقص صاد على ثنين على سين اثنين على ثنين ناقص سين واحد على ثنين صفر على سين اثنين على ثنين ناقص سين واحد على ثنين إذن صفر دالها طلعت معي صفر نشوف جينبا جينبا اللي هو عندي صفر ناقص صفر فرق الصادات على فرق الصينات سين 2 ناقص سين 1 إذن صفر على سين 2 ناقص سين 1 ويساوي صفر إذن المستقيمين شمالهم متوازيين هاي للتوضيح عندي كامل هذا حل التدريب حل تدريب 6 9 صفحة 61 السلام عليكم يضع نحل مع بعض تدريب 16 صفحة 61 نحل مع بعض تدريب 16 صفحة 61 التدريب بيحكي لميم نون لام مثلث فيه ميم نون لام إحداثيات إذن راح أرسم بأنه حكادي ميم نون لام مثلث راح أرسم مثلث اللي هندي ميم نون لام مثلث فيه إحداثيات طبعا عارفين معلوم إحداثيات ميم ونون ولام المطلوب الأول جد طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ميم ميم لام فيه منتصفون راح أسميه دال وعندي نون لام فيه منتصفون راح أسميه ها هذا الجزء هو المطلوب هذا الجزء هو المطلوب إنه دالها هو المطلوب إذن طول دالها يساوي دالها يساوي نص ميم نون هيا دالها يساوي نص ميم نون إذن دالها يساوي نص طول ميم نون نص طول ميم نون إحداثيات ميم معلومة إحداثيات نون معلومة على قانون الجذر حكينا نحن في الدرسة طول أي طول قانونها الجذر التربيعي فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع هذا هو قانون الطول برجع للنقطة ميم نون يساوي نص جذر سبعة ناقص ثلاث تربيع زائد ثلاث ناقص خمسة تربيع إذن أنا هون عوضت مكان سين واحد صاد واحد سين اثنين وصاد اثنين يساوي نص جذر أربعة تربيع زائد سالب اثنين تربيع يساوي نص جذر ستاش زائد أربعة يساوي نص جذر العشرين طبعا أنا ما بترك جذر العشرين عندي بشكلها بجعل جنب بحل العشرين عشرين عبارة اثنين عشرة اثنين خمسة خمسة واحد إذن يساوي نص جذر اثنين تربيع ضرب خمسة يساوي نص ضرب اثنين جذر خمسة لأنه اثنين تطلع من الجذر أما خمسة بالضل ويساوي جذر خمسة واحدة هذا الفرع الأول الفرع الأول أما الفرع الثاني طالب مني نشوف مع بعض شو طالب بيني بيّن أن القطعة الواصلة بين المتصفة ميم نون ميم لا توازي نون لا إذن اتغير شوي عندي اللي هو طلب مني أبين أنه ميم نون منتصف ميم نون وانه منتصف هذا منتصف ميم نون سميه واو منتصف ميم نون ومنتصف ميم لا هذا الجزء يوازي الجزء اللي عندي هون طبعا إحنا يوازي أول ما أشوف كلمة يوازي حكينا لازم عنا قانون اللي هو ميل دال واو يساوي ميل لام نون نرجع لسؤالنا ميل دال واو يساوي ميل لام نون إذن هو بحكي أثبت أنها أولا أنا رح أوجد إحداثيات واو من قانون إذن أنا رح أوجد إحداثيات واو من مجموع السينات على اثنين مجموع الصادات على اثنين من مين من ميم ونون اللي هي ثلاث زائد سبعة على اثنين وعندي خمسة زائد ثلاث على اثنين طبعا إحداثيات ميم ونون طلعنا منها منتصف اللي هو إحداثي واو عشرة على اثنين خمسة وثمانية على اثنين أربعة إذن طلعت مين إحداثيات واو اللي هي مين خمسة وأربعة وإحداثيات دا لازم برضو أوجدها برضو من القانون إحداثيات دا لازم أوجدها من القانون إذن عندي ميم ولا هي منتصف ميم لا إذن نفس القانون اللي هو ثلاثة زائد سالب واحد على اثنين فاصلة خمسة زائد سالب اثنين على اثنين تطلع عندي اثنين على اثنين وثلاث على اثنين لأنه خمسة ناقص اثنين ثلاث واحد وثلاث على اثنين هاي إحداثيات دا إذن إحداثيات دا واحد وثلاث على اثنين إذن أنا بدي أطلع ميل دا واو اللي هي فرق الصادات وفرق الصينات وميل لا منون لازم يطلع عندي متساوي ميل دا وفرق الصادات اللي هي أربعة ناقص ثلاث على اثنين خمسة ناقص واحد ميل لام نون لام نون اللي هي سالب اثنين ناقص ثلاث على سالب اثنين ناقص سبع طبعا عندهم في توحيد مقام ضرب اثنين على اثنين بتصير عندي ثمانية ناقص ثلاث خمسة على اثنين على اربع يساوي سالب خمسة على سالب ثمانية نشوف هون اش بيصير معين هون رح يصير عندي خمسة على ثمانية يساوي سالب بعد سالب بتروح خمسة على ثمانية وبالتالي اذا القطعتين متوازيتين طيب نعمل صورة بسك لحل التدريب الكامل هاد طبعا حل تدريب صفحة واحد وستين تدريب ستة عشر تدريب ستة احداش صفحة واحد وستين الف با جي مثلث متطابق دال منتصف الف با ها منتصف الف جي اثبت ان مساحة الف دالها تساوي مساحة المثلث جي دالها بعد انه لازم ارسم شو كيف رح ارسم عندي مثلث اسمه الف با جي طبعا هذا مثلث متطابق الاضلع يعني الزوايا متساوية الاضلع متساوية يعني هاي ستين 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 ونفرض انه الاضلع سين اذا هون رح افرض انه الاضلع كلها يعني من هون لهم سين هاي كلها سين وهاي السين وهاي السين انه بحكيني مثلث متطابق الاضلع زوايا متساوية واضلع ومتساوية وانا الظلع مجهول عندي اذا كلهم رح يكون عندي سين بقول لي دال منتصف الف با دال هاي دال منتصف اذا صارتها عندي نص سين نص سين لانها كلها سين لما صارت عندي دال منتصف ها نص وها منتصف الف جين برضو ها عندي هون وصارتها عندي نص سين وها عندي نص سين اثبت ان مساحة المثلث الف دال هاي يعني هذا الجزء مثلث الف دال هاي مثلث هاي تساوي مساحة المثلث مين جين دال طبعا أنا رسمتي مش دقيقة مية بالمية جيم دال يعني هذا الجزء تمام؟ أن أطلوب أني أثبت أن المثلث ألف دالها يساوي مساحة المثلث دالها الكل معي طيب أنا أخدت السؤال للكتاب ترجمت السؤال بشكل رسمتي إذن ذكر لي مساح مساحة ألف دالها هذا المطلوب يساوي مساحة هادالجين إذن بحكي لي مساحة بما أنه بحكي لي مساحة إذن قانون المساحة نيجي لألف دالها عندي الزاوية المحصورة ستين عندي الظلعين إذن نص تمام؟ نص الظلع الأول ضرب نصين الظلع الثاني ضرب نصين ضرب جي بالستين أخذنا إحنا قانون مساحة المثلث اللي هو هو عبارة عن نص مضروب في حاصل ضرب الظلعين والزاوية المحصورة بي لهم يساوي نشوف عندي المثلث الثاني عندي بما أنه طبعا هاي نصين نصين رح تكون ستين 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 صح؟ مثلث مطاقل الأضلع رح يكون عندي إذن المثلث الثاني نص الأساسية بالقانون ضرب نصين هاي ضرب نصين عندي اللي هون ضرب إذا هاي الزاوية ستين فإنه هاي الزاوية على خط مستقيم مئة وعشرين جي بالمئة وعشرين أطلع قيمة الأول عشان تكون متساومة على قيمة الأول نص في نص في نص واحد على تمانية سين جيب الستين عبارة عن جذر ثلاثة على اثنين مضبوط إذن صارت عندي واحد على ستاش سين ضرب جذر الثلاث إذن متساوي جذر ثلاث على ستاش سين إذن أنا انتهيت من مساحة المثلث الأول نجري مساحة المثلث الثاني نص في نص في نص عبارة عن واحد في ثمانية سين ضرب جي بالمئة وعشرين بتصير عندي جي بالستين جذر ثلاثة على اثنين مضبوط إذن وتساوي واحد على ستاش سين ضرب جذر ثلاث لأنني ضربت المقام بالمقام جذر ثلاث سين على ستاش وبهيك إذن المساحتين متساوتين أعمل بس صورة كبيرة هيك كاملة أعمل بس صورة كبيرة